نقول إنه يجب من دلوقتي على كل مستأجر أن يبدأ في مفاوضته مع المالك على القيم الإيجارية العادلة للطرفين بس أنا برضو بيجي عندي سؤالة ست النائم هل من الممكن بالفعل الوصول إلى قيم إيجارية عادلة ما بين الطرفين؟ الكل يبقى راضي فتمتد العلاقة الإيجارية؟ إذا كان عندي يعني من اللي بيدفع 35 جنيه هاجي بعد كده أقوله تعالى أدفع لي 10 ألف جنيه ما يقول لي إيه بقى؟ طالما المشرع أصدر قانون أن خلال الخمس سنين دي فترة لتوفيق الأوضاع بينك وبين المالك وبعدها إذا ما اتفقتش هتخلي فعاد قدامك حلة من الاتنين لإما تتفاوض مع القيمة إيجارية عادلة بين الطرفين أو أنك تشوف البديل